الرجاء المساعدة للإقلاع عن التدخين نحن سعداء لأننا سنصبح أب وأم ولكننا ندخن ونود الإقلاع عن ذلك ولكن كيف؟ هذه ويندي وستيفن ويندي حامل كان ذلك مفاجأة رائعة ويندي سعيدة فهي تريد أن تكون أما طيبة ستيفن فخور لأنه سيصبح أبا فهما يتمنيان الأفضل لطفلهما لا يريد ويندي وستيفن أن يدخن خلال فترة الحمل فهما يشعران بالسوء من التدخين ولكن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر الهي الآن هي حامل حيث تدخن ويندي أقل ويدخن ستيفن أقل كذلك هما يعلمان أن التدخين أمر سيء حيث تتنقل السموم الموجودة في الدخان مثل النيكوتين إلى الجنين وذلك غير صحي تماما فقد وجد صعوبة في الإقلاع عن التدخين لأنهما تعودا عن ذلك فهما يدخنان عندما يشعران بالتوتر أو الملل ويدخنان عند تواجدهما مع أناس آخرين يدخنون فهما يتساءلان إن كان في استطاعتهم الإقلاع عن التدخين حيث يصل الأكسجين والغذاء إلى جنين ويندي واستيفن عن طريق دم ويندي عند استنشاق ويندي للدخان يصل الأكسجين والغذاء إلى الجنين بكمية أقل هذا يعني أن جنينهما لن ينمو كذلك عندما تدخن الأم يولد الطفل أحيانا قبل الأوان ويمكن أن يولد الطفل كذلك مصابا بفلح الشفا أو بعوجاج في القدم عند نمو جنينهما بشكل أكبر فإنه لا يزال معرض للمرض بسبب التدخين وعلى سبيل المثال يمكن أن يصاب بالربو يريد ويندي واستيفن أن يشعر جنينهما أنه على ما يرام وأن لا تتعرض صحة جنينهما إلى الخطر هما يرغبان في الإقلاع عن التدخين ولكن كيف؟ إذا قام بالإقلاع عن التدخين سيكون هناك فوائد صحية عديدة وسيتمكن ويندي واستيفن من التنفس بطريقة أسهل ويمكنهما أن يشمى ويتذوق بطريقة أفضل هناك احتمال ضئيل أن يصاب أسنانهما بالإسفرار أو أن يصاب بالتجاعيد وسيعانيان أقل من المخاط في الحلق ومن السعال وسيصبح ويندي واستيفن في شكل أفضل ويتمتعان بطاقة أكثر وسيفرحهما ذلك حاليا عند صعودهم السلم يصابان باللهث سريعا إذا امتنع عن شراء السجائر سيتمكن من ادخار المال لأشياء أفضل ما هو السبب الأكثر إقناعا لإقلاعك عن التدخين لدى ويندي واستيفن موعد مع أخصائي توليد تحصل على تخطيط الصدى الطبي لجنينهما فهما يشاهدان تحرك الجنين هل طفلنا بخير؟ لدى ويندي واستيفن الكثير من الأسئلة تسأل ويندي هل من المستحسن الإقلاع عن التدخين نهائيا مرة واحدة؟ يشرح أخصاء التوليد إنه لأمر جيد إن أقلعت عن التدخين سيحصل الجنين على الأكسيجين والغذاء أكثر مباشرة مما يسمح له بالنمو أفضل تقول ويندي عندما لا أدخن أشعر بالتوتر هل يؤذي التوتر الجنين؟ يشرح أخصاء التوليد إن التدخين يؤذي الجنين أكثر من التوتر كما يؤدي التدخين إلى التوتر يؤدي الإدمان إلى التوتر في جسمك إذا شعرتي لفترات قصيرة بالتوتر هذا ليس بالخطير على الجنين وإذا عشت يوما فيه توتر مرة واحدة لبعض الوقت هذا ليس بمشكل يرغب ستيفان ويندي في الإقلاع عن التدخين هذا الأمر صعب لأنهما مدمنان الإقلاع عن التدخين أسهل عندما يكون ذلك بخطة تعتبر أربعة أشياء مهمة إذا رغبت في الإقلاع عن التدخين اختر يوما للإقلاع عن التدخين هذا التاريخ الذي أقلع فيه ويندي واستيفان نهائيا عن التدخين البحث عن الالتهاء إذا كان ويندي واستيفان منشغلان سيفكران أقل في التدخين أن يعتنيان ببعضهما البعض إذا اعتنيت أحسن بنفسك وبالآخر ستعتني أحسن بالجنين أطلب المساعدة إن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل وإذا ساعدك الآخرين سيكون الأمر أسهل لك إنه يوم إقلاع ويندي واستيفان عن التدخين تاريخ خطة ويندي واستيفان للإقلاع عن التدخين قام برمي كل السجائر ويجب أن تختفي من فضة السجائر والولاعات أيضا إنهما يضحكان لأنه شعور غريب لكنه شعور جيد تعتقد ويندي أنا جاهزة سأقلع عن التدخين من أجلي ومن أجل أسرتي لحسن الحد أنا لا أفعله لوحدي معا نستطيع فعل ذلك لقد أقلع ويندي واستيفان عن التدخين لم يكن بالأمر الهيين يشعران أحيانا بالتعب أو بالنكد أو بالغضب أو يشعران وكأنهما يدخنان هذا أمر عادي سيتم تخطي هذه المشاعر هذا لأن المواد الموجودة في السجائر لا تزال في جسمهما إن الأمور ستتحسن كل يوم إذا كان ويندي واستيفان منشغلان سيفكران في التدخين أقل ويلعب ستيفان كرة القدم مع الأصدقاء كل أسبوع كما يخرج ستيفان ويندي معا لممارسة الركض مرتين في الأسبوع وإذا شعر وأكنهما يدخنان سجارة يشربان كأسا من الماء ثم يقومان بشيء آخر مثل المشي أو ركوب الدراجة في الخارج الذهاب إلى المتجر زيارة صديق القيام بالتنظيف أو غسل الملابس ما هو الإلهاء الجيد فيما يخصك؟ الآن بما أن ويندي واستيفان أقلعا عن التدخين فإنهما يشعران أحيانا بالجوع هذا أمر عادي سيصبح الشعور بالجوع أقل لقد اتفق أنهما سيبدأان في تناول أغذية صحية فهما يشتريان وجبات خفيفة مثل الخيار والطماطم والجزر والمكسرات والفواكه يذهب ستيفان غالبا إلى محلات البقالة تحضر ويندي شيئا ما صحي إنها تأخذ بعض الوقت للتعود عليها ولكن تعطيهم شعور طيب إذا اعتني جيدا ببعضهما البعض فإنهما يعتنيان جيدا بطفلهما ولقد أخبر ستيفان ويندي العائلة والأصدقاء أنهما أقلعا عن التدخين كل واحد فخور بهما ولقد اتفق أنه لن يدخن أي شخص في منزلهما بعد الآن وإذا كان برفقة الأصدقاء أو الأطفال سيسألان لقد أقلعنا عن التدخين ولا نزال نشعر أن هذا الأمر صعبا هل ترغب بعدم التدخين حيث نتواجد؟ فإن كنت لا تدخن هذا يجعل الأمر أسهل لنا ذات مرة ويندي استسلمت لنفسها دخنت سجارة فهي تشعر بالانزعاج اتصلت ويندي بأخصاء التوليد يقول الأخصائي هل يقع شيء ما خطأ؟ يجب أن تكوني فخورة لقد أقلعت عن التدخين منذ أكثر من أسبوع لحد الآن إذا أردت يمكنك الإقلاع مجددا أنت تعرفين يمكنك فعل ذلك في اليوم التالي تقلع ويندي عن التدخين مجددا ويندي فخورة لأن كل يوم لا تدخن فيه يعتبر مهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر